بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يتعاطوا مغل الشيح لعلاج الحميات ومنقوعه ينفع في علاج البول السكري والمادة الفعالة في الشيح هي مادة السنتونين ويستعمل لطرد الديدان ويستعمل في الطب أيضا بشكل أقراص لطرد الديدان عند الأطفال وللقضاء على فيروس الأنفلونزا وكيفية استعماله لعلاج المغص وطرد الغازات وخفض ضغط الدم يجفف الشيح جيدا ثم تنزع منه العيدان الصغيرة بعد ذلك يطحن ناعما ويأخذ مقدار ملعقة صغيرة مع كوب من الماء والإعلاج السعالي الحاد تغلى كمية قليلة منه دون طحن يعني أوراق الشيح في كوبين من الماء يضاف لها قليل من السكر ويشرب دافئا قبل النوم ملاحظة يجب مراعاة عدم استخدامه بكثرة بسبب مادة السنتونين ذات الآثار السمية إذا استخدمت بكثرة أو بصورة مستمرة والشيح البلدي ينتشر في شمال إفريقيا وسوريا وفي الأردن والسعودية وإيران وتركيا ويحتوي على 3% من الزيت الطيار فهو طارد للديدان المعوية ويستخدم في الطب الشعبي على هيئة منقوع يشرب وهو يستعمل طبيا لاحتوائه على مادة السنتونين لمدة 3 أيام متتالية قبل النوم لطارد الديدان وهناك أيضا الشيح المصري وينتشر في شبه جزيرة سيناء ويحتوي على 1.6% من زيت الطيار يعني أقل فعالية من الشيح البلدي ويستخلص منه مادة السنتونين الفعالة بالإضافة إلى احتوائه على مادة الأرتميزين والتي ليس لها مفعول طبي أيضا هناك شيح المناطق البحرية وينتشر خاصة في غرب أوروبا وأواسط آسيا أيضا الشيبة أو شجرة مريم ويسمى أيضا دقن الشيح وهو من الأنواع الطبية التي تحتوي على مادة السنتونين وينمو بريا ولا يزرع أيضا الترجون ويسمى أيضا الترقون وينتشر في أوروبا الآسيوية ويزرع في فرنسا لزيته ولا يحتوي على مادة السنتونين ويعتبر من مجموعة نباتات التوابل حيث تستخدم أوراقه المسحوقة لتحسين نكهة الطعام خاصة الأسماك المطبوخة أيضا هناك العناب أو ويذاران أو عاذر ويستخدم عصيره الطازج لتسكين الآلام الأذن كما يستخدم منقوع النبات كمسهل قوي أيضا بعيثيران أو شيح أو شيح بلدي أو شيحان وينتشر هذا النوع أيضا في شمال الحجاز وجنوبه وفي البادية الأردنية وكذلك في شبه جزيرة سيناء وجبل علبة في جمهورية مصر العربية ويستعمل منقوع أوراقه وقممه الزهرية طاردا للغازات ومدرا للطنف أيضا هناك عاذر أو غبيرة أو عادر ويستخدم مسحوق النبات الجاف ملعقة صغيرة في الماء الدافئ مع ملعقة عسل عند النوم ضد الإمساك كما يستعمل نفس الخليط مرتين في اليوم قبل الوجبات ضد الروماتيزم كما يستعمل مغلي النبات لعلاج البرد أيضا هناك شيح الزينة لا تحتوي نباتات هذا النوع على مادة السنتونين ولذلك لا تستعمل طبيا ويزرع مع نباتات الزينة في الحدائق كنبات تحديد حيث تزرع النباتات متقاربة في خط مستقيم على الحدود الخارجية للأحواض ودوائر الزهور لتحدها من الخارج وتفصل بينها وبين المسطح الأخضر وذلك لصفاته الخضرية المتميزة فأوراقه الخضر اللون لها رائح عطرية جميلة كما يستعمل أيضا في الحديقة للكتابة وعمل الرسوم الزخرفية على المسطحات الخضراء أما طريقة استعمال عشبة الشيح فيستخدم عن طريق شربه كمنقوع أو كشاي من خلال نقع ملعقة من عشبة الشيح الطازجة أو المجففة في كوب من الماء الساخن لمدة ربع ساعة تقريبا ومن ثم تناول المنقوع مع السكر أو العسل لأن طعم الشيح مرا أما طريقة استخدام الشيح للقولون فتستخدم من خلال نقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات الشيح في كوب من الماء المغلي لمدة عشر دقائق ثم تصفية السائل وشربه بمعدل مرتين يوميا صباحا على الريق ومساء قبل النوم وفوائد نبات الشيح للحامل حيث يحمي من الإصابة بالدوخة ويقلل من التقيق والغثيان ويقلل من المغص وآلام البطن ويقوي جهاز المناعة لدى الحامل وجنينها ويزيد الطلق لدى الحامل وينشط عدلات الرحم أيضا يخفف من الإرهاق والقلق والتوتر ويعطي شعورا بالراحة أما فوائد نبات الشيح أو نبتة الشيح في علاج مرض السرطان وكيفية الاستخدام حيث يمتلك نبات الشيح قدرة هائلة على قتل الخلايا السرطانية بنسبة 98% وخصوصا في سرطان الرئة ليس لنبات الشيح عند استخدامه كعلاج للسرطان أي أعراض جانبية خلافا للعلاج الكيميائي ويساعد نبات الشيح على تثبيت عمل الخلايا السرطانية ويعيد توازن الدورة الدموية في حياة الخلية التي تسهم في تكاثر الأوران ويعمل الشيح على منع قسام الخلايا السرطانية وتضاعف حجمها في الجسم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد ويعمل منقوع نبات الشيح على خلق بيئة غير مناسبة لعيش الخلايا السرطانية واستمرار حياتها أما كيفية استخدام عشبة الشيح لعلاج السرطان فيمكن شراء عشبة الشيح من عند العطارين والأشخاص الذين يبيعون التوابل والأعشاب الدوائية وأفضل طريقة لاستخدامه هو غلي أوراقه وشرب الماء المغلي منه أو شرب منقوعه أما فوائد نبات الشيح لمرض السكري فيحتوي الشيح على العديد من الخصائص التي تساعد على علاج مرض السكري ويقلل من الأعراض المصاحبة له مثل العطش الشديد وكثرة التبول ويمكن استخدامه بإعداد منقوع الشيح البري وشربه مرة واحدة يوميا إلى حين الحصول على النتيجة المرغوبة أما فوائد نبات الشيح للتخصيص فلنبات الشيح له دور كبير في إنقاص الوزن الزائد والتخصيص ويخلص الجسم من الشحوم ويحرق السعرات الحرارية المخزنة في أنحاء مختلفة من الجسم من خلال لتر ونصف ماء مغلي ثم إضافة 100 جرام من عشبة الشيح ثم يغطى الوعاء ويترق طوال الليل وبعدها يأخذ كوب منه يوميا بعد وجبة العشاء ويمكن إضافته أيضا إلى الشاي ثم تناوله مع ملاحظة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية اليومية للحصول على نتائج مضمونة وفعالة في إنقاص الوزن أما فائدة نبات الشيح للبشرة فلنبات الشيح يساعد في معالجة العديد من الأمراض الجلدية أو التي تصيب البشرة كمرض الصدفية وحبوب الشباب والتقرحات الجلدية ويعالج مرض الثعلبة والحزاز كما يمكن استخدام نبات الشيح من خلال مسح الجلد بقطنة مبللة بشاي الشيح وتمريرها على البشرة وتركها حتى تجف ويتم غسل البشرة بماء فاتر وفوائد نبات الشيح للشعر كثيرة فأعشاب الشيح تحتوي على مادة سائلة تسمى القطران هذه المادة تساعد في التخلص من مشاكل تساقط الشعر وجفاف الشعر لهذا ينصح باستخدام زيت الشيح بشكل مباشر على الشعر للتخلص من العديد من مشاكل الشعر المتنوعة وتمنع تساقط الشعر من خلال نقع القليل من أوراق الشيح في الماء مدة يوم كامل ثم يغسل الشعر بماء المنقوع ويترق قرابة الساعة ثم يغسل وتفيد مادة القطران أيضا في علاج مرض الثعلبة من خلال إحضار القليل من أوراق نبات الشيح وحرقها وبعد ذلك يتم تقطيرها حتى تصبح على شكل سائل أسود ويمكن أيضا مسجر رماد الناتج من الحرق مع زيت الزيتون وتوضع على مكان الإصابة أيضا يعمل نبات الشيح على تغذية وتقوية جذور الشعر وأيضا على تقوية فروة الرأس ويقضي على القشرة ولعمل هذه الوصفة المكونات كوب ماء زائد أربع ملاعق كبيرة من شيح طازج طريقة التحضير نضع هذه المكونات اللي هي الماء والأربع ملاعق في وعاء ثم نغليهم على النار مدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفية المنقوع ونتركه حتى يبرد ثم نقوم باستخدامه كغسول للشعر لتطهير فروة الرأس والقضاء على البكتيريا والالتهابات إن مادة القطران الموجودة في ماء الشيح تدخل في تحضير الكثير من مستحضرات العناية بالشعر وترطب الشعر وتحد من تساقطه وتغذي بصيلات الشعر تكلمنا عن فوائد الشيح المختلفة والآن نتكلم عن أضرار الشيح ومحاذير استعماله فيعد تناول نبات الشيح عن طريق الفم وبكميات معتدلة موجودة في الطعام والمشروبات آمنا على الصحة إلا أن هذه العشبة تحتوي على مركبات الثوجون التي تسبب الإصابة بالنوبات وانحلال العضلات المخططة الهيكلية والتململ والفشل الكلوي والتقيؤ وتشنجات في المعدة والدوخة واحتباس البول والرعاش والكوابيس والعطش والشعور بالخضران في الساقين والذراعين وقد تصل هذه الأعراض إلى الشلل والوفاة بالإضافة إلى ذلك فأن تناول نبات الشيح يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان وألام العضلات والتقيؤ والأرق والهلوسة وغيرها طبعا دائما نتكلم عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال المفرد في الأعشاب أو استعمالها مع أدوية أخرى لذلك لا بد للمرضى الذين يستعملون أدوية من مراجعة طبيبهم قبل الاستعمال وفيما يأتي بعض المحاذير لاستخدامها فعشبة الشيح تحتوي على مادة السانتونين وهي مادة سامة لذلك فإن الجرعات العالية من عشبة الشيح قد تتحول إلى مادة قاتلة إذا ما تم استهلاكها من قبل الأفراد وقد تنتج عن استهلاك عشبة الشيح بعض الأعراض كالغثيان والقيء ومشاكل في الإبصار عند بعض الأفراد لذا ينصح بترك استهلاكها إذا ما ظهر أي عرض من هذه الأعراض قد يؤدي أيضا استهلاكها المفرد من قبل النساء الحوامل إلى الإجهاض لأنها تحفز حدوث الطمث وتسبب تقلص الرحم أيضا قد تسبب حساسية لدى بعض الأفراد وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية لنبات الأقوان والبابونج والعديد من الأعشاب الأخرى وكذلك للذين يعانون من حساسية لنبات الكرفس ونبات الجزر والبندق والزيتون والخوخ والكيوي أيضا وقد تسبب حساسية لدى بعض الأفراد الذين يعانون أيضا من حساسية العسل وغذاء الملكات أما بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضعة فيعد الشيح من النباتات غير الآمنة على صحة المرأة الحامل إذا تم تناوله بكميات كبيرة عن طريق الفم كما يوجد قلق من احتواء هذا النبات على الثوجون الذي يمكن أن يؤثر في الرحم مما يشكل أيضا خطرا على الحمل بالإضافة إلى ذلك تنصح المرأة الحامل بتجنب استخدام هذا النبات موضعيا وذلك لعدم وجود معلومات كافية تثبت أن سلامة استخدامه على الجل وأما عن الحساسية يمكن أن يسبب الشيح بعض ردود الفعل التحسسية للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه النباتات التابعة إلى العائلة النجمية مثل الدمسيسة وغيرها أيضا اضطرابات في الكلة إذ يمكن لتناول زيت الشيح أن يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي ولذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلة باستشارة الطبيب قبل تناول هذا النبات أيضا البرفيريا وهي حالة وراثية نادرة تصيب الدم ويمكن لمادة الثوجون الموجودة في زيت الشيح أن تزيد من إنتاج البرفيرنايات التي قد تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة حبيبنا في الختام ذكرنا لكم أهم فوائد نبات الشيح العلاجية والوقائية وطريقة استخدامه أيضا محاذير استخدامه وكالعادة ننتظر مؤراءكم ولحظاتكم لتكون الفائدة أكبر وما تنسوا أيضا إذا كان في أي استفسار أو مقترح أو أي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله ونشكركم جميع مشتركين وزوار على تفاعلكم ثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته